المسلم مطالب بأنه يجتنب الغيبة عموما لا يغتاب لا مسلم ولا غير مسلم لا حيوان ولا إنسان ما يغتاب حتى الحيوانات ولذلك يذكر عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه مر بخنزير فقال أمره بسلام فقال لو تقول لخنزير قال أحب أن أعود لسان الخير وعود لسان الخير لأن الإنسان إذا تساهل بغيبة أحد سينصحب هذا حتى على أبيه وأمه ما يترك أبوه وأمه لازم يغتابهم لماذا؟ لأن اللسان تعود خلاص اللسان تعود ولذلك الإنسان يكف لسانه عن الناس جميعا المسلم وغير المسلم وغير المسلم ما يجوز الإنسان أنه يعني يكشف سره أو يطعم فيه أو يغتابه هذا خلق الله عز وجل في حالات ذكرها العلماء جواز الغيبة للمصلحة الراجعة سواء كان مسلم أو غير مسلم يعني رجل الآن والعياذ بالله فاسق مسلم لكنه فاسق وفسق ليس عليه فقط وإنما يصدر الفسق يروج له يدعو له تحذري من العيالك والجيرانك وأهلك انتبه هذا فلان ترى راعي مخدرات انتبه من فلان ترى راعي شر هذا وإن كان غيبة لكن المصلحة راجعة أما والله هكذا الناس يحشون قاعدين يحشونه بعض ويغتابون بعض ويتفكهون بالمجالس بأعراض الناس حرام ما يجوز الله عز وجل وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الغيبة قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت فيخط الفاضلة طهروا ألسنتكم اجعلوا ألسنتكم عفيفة عن الكلام المحرم رطبوا ألسنتكم بذكر الله بالكلام الطيب بالأدعية الطيبة هذا الذي ينبغي على المسلم ترجمة نانسي قنقر